وأصحابها لم يغادروا أمل فيهم جوني وأنت تتحدثين وتطلعين على التفاصيل هذا فيديو جاءنا من منطقة لغبيري وصل إلى الحدث فيديو خاص تابعون كيف تمت عملية استهداف المبنى السكاني بقصف إسرائيلي نتابع صور إذا نذكر مشاهدينا هذه صور وصلتنا من منطقة لغبيري التي تم تحذيرها قبل قصفها قبل قليل يبدو أن السكان لا يزالون هناك لم يغادروا بشكل كامل من تلك المنطقة وأعود إلى جوني بعد الاستهداف لمنطقة لغبيري كانت منطقة العمروسي الشويفات أيضا كما السيناريو لغبيري استهدف المكان الذي أشار إليه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بالعلامة الحمراء على الخريطة استهدف بداية بغارة تحذيرية وما هي الله دقائق حتى استهدف بالغارة الأساسية لم يغادروا بشكل كامل من هناك يعني إذا كنت تابعت صور الآن التي بثتها الحدث لم يغادروا بشكل كامل كيف يستطيعون الإسراع بالخروج من تلك المناطق؟ نعم نحن نقف على مشارف الضاحية الجنوبية ونرصد خلال فترات الليل بعض الأنوار في شقق محددة هم أشخاص ربما رفضوا المغادرة ربما للمحافظة على ممتلكاتهم من أي أعمال خارج القانون أو حتى ليس لديهم أماكن يتوجهون إليها لذلك عدد كبير من السكان نتحدث نحن عن بين ستمائة وثمانمائة ألف مواطن في الضاحية الجنوبية طبعا العدد الأكبر بات من النازحين لكن بقي أعداد قليلة في مناطق متفرقة منها منطقة الغبيري مثلا وهي منطقة لا تزال مأهولة بالسكان سكانها ليسوا من الميسورين ماديا لذلك ليس لهم مأوى خارج الضاحية أو المنطقة الغبيري وليس لديهم حتى أقارب للنزوح إليهم أو الالتحاق بمراكز الوائد بعد عمليات القصف يعني بعدما تحدث عمليات القصف هل سجل أهالي تلك المناطق أنهم تعرضوا للسرقة خصوصا أنهم تركوا متلكاتهم وخرجوا من منازلهم نعم هي ليست فقط في منطقة الضاحية وإنما في مناطق عدة في لبنان هناك فيديوهات انتشرت وصور لأشخاص كانوا يقومون بأعمال سرقة تم وضعهم في ساحة المنطقة التي استهدفت كعبرة لغيرهم لأنهم كانوا يقومون بأعمال سرقة أو استغلوا خروج السكان من منازلهم حتى أن الأصوات النيران التي نسمعها أو الرصاص في مناطق في الضاحية كنا نسأل عن سبب هذا الإطلاق النار في وقت لم يكن هناك أي غارات أو تحذيرات فكان الجواب أنه ربما للاشتباه بعمليات سرقة أو للقول بأن هذه المناطق لا يزال فيها سكان كتحذير لأي أعمال سرقة أو ما شابه ليس فقط في الضاحية وإنما مناطق أخرى حتى في الجنوب كان هناك صور وفيديوهات وأخبار انتشرت عن أشخاص استغلوا غياب السكان أو أهالي القرى عن منازلهم للكيام بأعمال سرقة وحتى كان هناك بيانات صدرت عن كوى الأمن الداخلي حول هذا الموضوع جوني سنبقي عينا ويبدو أنه اكتفى بعملياته إلى حد اللحظة سيكون هناك انذارات إذا كان يريد أن يقصف أو يستهدف مناطق جديدة سنبقي عينا على الأخبار الواردة والصور الواردة من هنا شكرا جزيلا لك جوني فخري مرسلة الحدث بالقرب من ضحية بيروت الجنوبية أعود إلى السيد إبراهيم ريحان ترجمة نانسي قنقر